محبة الله وضع نفسه لأجلنا فنحن ينبغي أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة محبة الله موجودة لكن إحنا شفناها في المسيح بمعنى أن المسيح جسد لنا هذه المحبة الإلهية ووضع لها المعيار والمقياس الذي نستطيع أن نراه بكل وضوح إدرنا أن نلمس هذه المحبة أول صفة في هذه المحبة أنها محبة غير مشروطة بمعنى أنها محبة تعتمد على الله نفسه وليس على الإنسان من طرف الله هكذا أحب الله العالم تمام يقول الكتاب المقدس في رميا خمسة تمانية ولكن الله بيّن محبته لنا إذ ونحن بعد خطى مات المسيح لأجلنا المسيح مات لأجلنا ونحن كنا مازلنا خطى فهذه المحبة هي محبة غير مشروطة لكن أقدر أقول أنه فيه سببين لهذه المحبة الغير مشروطة أول سبب أنه الله نفسه هو محبة علشان كده الله لا يقدر أن يتوقف عن أن يحب لأن صفته هو نفسها الحب زي محضرتك ذكرت من شوية إحنا اتشوهت قدامنا صورة المحبة نسمع هذه الكلمات اعمل كده علشان أحبك أنا مش بحبك علشان أنت ولا تشأي لأ ده أكتر من كده ادي أخوك حتة من اللي في إيدك علشان ربنا يحبك وطلعت المحبة بالنسبة لنا ظهرت المحبة أنها أمر أستطيع أن أكتسبه أو أكافأ بيه أو أمر أخسره ولا أكافأ بيه إذا أنا ما عملتش الأمر لكن اللي أنت عم بتوريه من كلمة الله أنه الله محبة بغض النظر الله بحبك تمام المفهوم الخاطئ ده شوه صورة المحبة فلما جينا ربنا اتعاملنا مع ربنا بنفس الفكرة فتخيلنا أنه ربنا بحط قوانين آه رب الله حطت وصايا وأنه إذا لم إذا أطعت الوصايا دي حبك أكتر من اللي لم يطيع دي المشكلة بتاعتنا حسنا أنه الحب هو مكافأة نستحقها نتيجة للأعمال الصلاحة التي نستحقها وده انتشر على فكرة مش في الفكر المسيحي المشوه فقط لكنه ده في كل الديانات تقريبا الكل يرى أن الحب الإلهي هو مكافأة تستحقها أو لا تستحقها في حين أنه الكتاب المقدس بيعلن أمر آخر هو أنك تأخذ هذا الحب سواء أنت إنسان طيب أو إنسان شريب الله يحبك لأنه هو محب السبب الثاني أول سبب للحب الغير مشروط أن الله محبة هو نفسه طبيعته المحبة طبيعته المحبة السبب الثاني أنه هو يعرف قيمتي جيدا يعرف قيمتي كإنسان على فكرة الإنسان هو فخر الصناعة الإلهية إذا حبينا نقول نقول التحفة التحفة الإلهية التي صنع الله ووضع صورته فيها صنع الله الإنسان يقول نعمل الإنسان كصورتنا كشبهنا الله أبدع في خلق الإنسان علشان كده الله لما جه يفدي الإنسان فده بأغلى شيء بدم المسيح خلينا أقدر أقول كده أنه الله حط بصمته الإلهية في الإنسان علشان كده الله يعرف قيمة الإنسان علشان كده أحب الإنسان